نزامين بعد ذلك في الجزء الأول أجواء الدراسة خلال تكويل المهني دعونا نرى في هذا الجزء الثاني أجواء الامتحانات ويلا نبدأ امتحانات في ظرف البروبات سايت تكون على شكل كتابي وشفوي وتطبيقي يعني تدوز الكتابي يعطيكم الدروس يحددون لكم ما هي الماتير تطبيقي تدوز في الهوبيتال يعطيكم السيرفيس كارديولوجي الأنكولوجي أو غاستروانترولوجي يعطيكم سيرفيس يعطيكم بالكول لكي يفرقكم على كل العمل يجعله في الجزء الطلبة ويوجد ثلاثة على حساب تقسيم كيف يتاعدين الغالباً تعطيكم او 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 دعوك في حال لا يضعون كل شيء بين دك بشكل عام من الأول أو سيدياتي شهر وليس بعرفهم هكذا فكذلك يعطيك تعبار الواحيات وفي هذا اللذات التي يقرره عليك مثلا تزعط ضغط الدم عبارة القلب مثلا سكار الناس ديابيتيك مهم بحالة المسائل البازيك كيف تعبر حرارات الجسم كيف تعطي معه الكميونيكا كيف تعطي معه الكميونيكا مثلا الكميونيكا فالدومين هذا دقة الملاحظة ضرورية ومؤكدة الناس اللي في الدومين ستعرفين للماذا تعطي وان بلوس دوسا يشاهدون طريقة كيف تكتب هذا البغيش كيف تدكومنتي هذا كامل كيف تعطي معه الكميونيكا كيف تعطي معه الكميونيكا طريقة التعقيمة صحيحة هذا غير من باب يعني كي نعطيكم فكرة فهو يكون اختلاف كما قلت لكم من ايكول لأيكول فمنك تدوز هذا الشيء كامل يجمعه الناس الكتابي والشافوي والتطبيقي ولجتك الناس مثلا يجب ان تكون لديك ربعة في التوطال ربعة هذه هي لموينة كي تقدر تدوز وتسمى بأنك نجحتي في البروبيت سايت فإذا جبتي خمسة أو ستة فهناك يقولون لك سلامة ما نجحتيش في هذا البروبيت سايت لا يمكنك تكمل معناة السنين تكويل مهاني فكانت النقطة لك 1 و 2 و 3 فهناك نجحتي في المتيحان لك وتفتحت الأبواب لكي تكمل تكويل مهاني الذي جاءت قبله من المغرب فهناك تكون لديك تكمل ثلاثة سنوات مسألة الغياب هنا في الفترة في الفترة ففي الفترة ستكون تردو لها جيدا يكون لديك عدد الساعات المحدد لكن كل الغياب يتحسب بساعات ويجب أن تكون لديك الهدفة لديك عدد الساعات فقط لكن إذا قدتها لا تكون لديك حق لديك حق من الامتيحان نهائي لكي تأخذ ديبلوم ممرض أو ممرضة فردو لكي تقول لكي لا يوجد لديك يوميا نمشي الخدمة أنا صبح ناعس مع راساتي لا 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 فهذا القضية حدوها من بالكم فلا تأتيت الالمانياغي إلا لكي تخدموا فأخذوا لفاق وكملوا وعليكم بصبر أنا أقولها صبر 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 هو مفتاح الفرج لهذا الشيء كامل ضروري سوف تزموا المرحلة سوف يأتيكم الإحباط في الأول سوف تفشلوا سوف تقولوا ما تحبني هذا الشيء لا سوف نستطيع عليه لكي أقول لكم فكروا من الدبار الدمي اللي صالح لكم ماذا تقدروا عليه ماذا تقدروا عليه ماذا تقدر مجهود وتقاتل على راسك أو لا سوف تضيع غير الوقت سوف تصدق نادم وما هذا الشيء كامل سوف تصدق راجع للمغرب فرضوا البلد هذه القضية لم يأتيوا إلا تقرأوا لكي تصلوا إلى حلم وكي تصلوا إلى هذا الشيء اللي بغيتوا فالشيء التي تقدر تلقى فيها صعوبة كذلك لكي أعطيكم هذا الطبيقي لكي تدخل العالم للشغل وكي يسافتكم كل واحد يعطيها وكي تتكتشف الحياة المستشفى كل شيء بالنسبة لك الجديد لا كنت أعرفها خصوصاً بالنسبة للشيء براجع لم يكن لديهم لستاج لا تأتيوا لكي تكون لديهم سيكتشف مثل لا تأتيوا مستشفى ولكن هنا يجعون كل شيء صعيب كل شيء غريب يرى الأمرض يرى المراض يرى الدم يرى كثير المسائل التي تقدر قلبك يتهز يمكن تأثر عليك نفسياً ويمكنك تدخل في صدمة في الكثير من المسائل ويجب أن نرى كل نهار الناس جديدة ومع الناس التي تتوفر هذا كله ليس سهل كما نقول هنا ويجب أن تكون محافظة ويمكنك تأثير جسديا كما يأثير عليك نفسيا فهذا القدية يجب أن يكونوا مستعدين ويجب أن يكونوا مستعدين ويجب أن يكونوا مستعدين فهذا أقول لكم لكما تكونوا مستعدين لكما تكتشفوا الحياة الممرض في السبيطار لكما تكونوا داخلين المجال فهذا يجب أن تصدفوا مع الناس الذين لا يريكم ويجب أن تجدوا الناس الذين يتعاملون معكم بعنصرية نحضر من جانب الناس الذين يتعاملون معهم ويجب أن يكونوا مريدين ويجب أن يتعاملون من ألماني ويجب أن يتجدون لغة ويجب أن يرى مهاجر ويجب أن يحملونك ويجب أن تكونوا من حالك أو أنا أولد البلاد ويجب أن يكونوا مستعدين فهذا القديقات وإستقابات لا نكذب عليكم أن نقول لكم لا را كده كده يعني بنادم فيه وفيه بنادم حجر وطوب فهذا كله لا تعمر راسك به انت عند جاي الهدف عندك واحد الحلم ستوصل ليه فكمل ميك على الناس فرض راسك في الخدمة فقط لا تنتظر انك كل شيء ستتعلم وكل شيء سيقول لك اجي افلان اجي افلان اجي افلان اجي نوريك هذي كيف تخدم لا خذك انت تسول على راسك خذك حاجة لما فهمتها ما عرفتها ما بغيت كتشفة بغيت تعلمها سنة ستأتي واتوريك وشنو 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 فانت في الفترة ديات السنين ستكون مسؤول على راسك فالأكل يفرموكم ويعطيوكم لا تيوغي ولا كلا بخاتيك تبقى عليك انت شخصيتك تفرضها هنا يجب ان تعرفوا احد الحاجة فانتأتي من المغرب لدينا واحد العقلية ديال الصواب ديال الحشومة ديالعيب فهنا لا فراه هدرت لكم على الفيديو ديال الشعب الالماني كيف تدير طبيعته وكيف تدير عقله يقول لك شرح ملح هناك كلمات تلك يتطبق عندهم هناك في المانيا شرح ملح هناك يريدك الدقة في الهدرة توضح له نيشان بلاديك تاك 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 فهدر معه مباشرة ما فهمت شيء حاجة قولها لهم في وجوههم بطبيعة الحال بطريقة لا بيقى لا تقلل الاحترام على شيء واحد فهنا لا يكون لديك مشكلة اما لكي نقول لكي نهدله نقلق السوق ونرى كيف تحترسه او لا يفهم الفهم لا يوجد هم هذه القضية فهدر معه بصالح العبارة لكي تلقى حتى نتاك جواب واضح للسؤال هذه النقطة التي تريد أن نوضح الكثير من الناس يطيحون فيها يأتي بك العقليات لا تقلق السواب الاحترام ستتمك ولكن لكي تتعلم شيء لكي تفيدك من بعض تابعك متحانات تابعك تخرج تابعك متحان كبير في الأخرى ثلاث سنين فهنا يجب أن تعلم وتشمر على دريعاتك لكي تدل طريقة التفكير فهنا يجب أن تأقلم مع الشعب الذي ستعيش معه الشعب الذي ستعيش معه في المغرب في المغرب وهنا يجب أن تعيش في ألمانيا فالطريقة التفكير كيف ترى الأمور كيف تتعامل مع الناس خاصة تبتل شيء ستعيش معهم ستعيش معهم لا باحترام كل شيء يدر بالعقل كل شيء يدر بالتاويل غير هذا الشيء من باب النصيحة أخرى التي تريد أن نتطرق لها هي بعض الناس الذين يفكرون يجب أن تكون مهانية ويجب أن يدخلوا قليل الفلوس فلا فيها فقط لكي لديكم الحق بأنكم تقوموا إلى العشرة السوائع مينيجوب ولكن هذا الشيء يبقى على حسب المشغيل لك واذا سيقوم بإستخدام هذه القضية فهذا ستعيش مع المشغيل لك واذا سيجعل تقوم بإستخدام مينيجوب سأشرح لكم هذه النقطة المغرب فيها الضغط لف الوقت لف الامتحانات لكي تطلب منك طاقة ومجهود كبير وهو جسدي وكذلك كما قلت لكم لكي تكون مستعدة تكون دائما عندك الطاقة دائما عندك هذه الحيوية فإذا لم تدخل المينيجوب يجب الناس الذين لا يتفوقون فيها يجبون مهدودين وعيانين يجبون عشرة السوائع فلا ينجحون في المشغيل فإذا لم تدخل المينيجوب فركزك على المشغيل كنت من الناس الذين قادر تفوق في الصباحات قادر تقاتل لا يوجد مشكلة يجب أن تدخل المينيجوب فهنا تقدر تدخل المينيجوب يجب أن تدخل المينيجوب يجب أن تدخل المينيجوب إذا أريد أن نضع لكم هذا الموضوع فإذا أردوكم فإذا أردوكم هذا الفيديو أريد أن أعطيكم بعض النصائح من قلب فإذا أردوكم إذا أردوكم إذا أردوكم فإذا أردوكم فإذا أردوكم فلا تكون الموضوع فلا تصنيت لتشيك اللي تخليك توقف فرمشة عين كمال في طريقك تصنيت لتشيك ديما إيجابية و ديما أقولها لكم خليكم ديما موتيفي فكر في الحاجات التي أردوكم و التي كنت تطمح لها و دبارك وصلت لها و أنت تصنيت الخطوة الأولى و لا تتلك هنا في ألمانيا فل أفعل تتكمل فلا تتجيش و تتكاسل فخصك تكون مجتهد سوف تكون كتفيق بكري سوف تنطش للناس بثاف والخاوية التي لا تدخلها من هنا وخرجها من هنا تستطيع التعرض للعنصرية تستطيع التعرض للموقف الذي لا يعجبك ولكن هذا الشيء لا تجعله يوقف طريقك فالعنصرية هنا في أي بلصة في ألمانيا في أوروبا في الدول العربية يستطيع التعرض لها في أي وقت ولكن هذا الشيء يشاهدون ليس بشكل سلبية ويتأثر عليك بشكل جيد فشوفها هي طريقة رؤية الأشياء مختلفة الناس فيها وفيها فنحن الشعوب اخلقوا فرق كلنا لدينا ثقافة مختلفة بلدان مختلفة فانت يوجد الهدف بين عينك حتى توصل لطريقك لذلك اشتركوا فيديو جديد دعوا لي في التعليق كيف أجدكم هذا الفيديو والآراء ديلكم كتهمني بحل ديمة اجبو زمتخو اجبو بيزو موح باي اشتركوا في القناة